موسيقى مجز لأهم الأنباء حلت بالجزائر مساء الأربعاء وزيرة الخارجي الليبيا نجلاء المنقوش في زيارة عمل تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فقد أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف محادثات تنائية على انفراد مع نظيرته الليبية ومن المنتظر أن يعقد الطرفان جلسة عمل موسع اليوم بمشاركة وفدي البلدين بحسب البيان استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلوس وكانت قوات خاصة صهيونية قد تسللت إلى حالة اليسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا فيما قال الشهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل بوابل من الرصاص الحي كما أطلقت باتجاهه عددا من الصواريخ وأشار مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلوس إلى إصابة مائة وستة وستين مواطنا أربعة منهم بالرصاص الحي نقلوا إلى المستشفيات إضافة إلى إصابة عشرة آخرين جراء السقوط ومائة واثنين وخمسين حالة اختناق بالغاز بينهم طلبة مدارس جرى علاجهم ميدانيا في السودان دوت اليوم أصوات قتال عنيف وسط الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريح حيث يسعد طرفان إلى السيطرة على المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش كما سمع دوي قصف عنيف في مدينتي أمدرمان وبحر المجاورتين للعاصمة الخرطوم الأمم المتحدة من جانبها ضغطت على طرفي الصراع عمس الأربعاء لتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدة الإنسانية فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة طوارئ مارتين جريفيت إنه يأمل في الاجتماع وجها لوجه مع طرفي الصراع في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات منهما لتتمكن قوافل المساعدات من توصيل الإمدادات الإنسانية أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عن وقف توزيع المواد الغذائية في إقليم التجراي شمال إثيوبيا وقال إنه لن يستأنف التوزيع قبل أن يتمكن من ضمان وصول المساعدات إلى المستفدين وعز ذلك إلى تقارير عن تحويل مصار المساعدات برنامج الأغذية العالمي شدد مجددا أمس في بيان على شركائه المتعاونين أن يراقب أي أنشطة غير مشروعة ويبلغ عنها وأن يطبق الضوابط المتفق عليها بحسب نص البيان وصل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي الخميس إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في الهاي وسط إجراءات أمنية مشددة وقالت المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي سيحضر اجتماعا بمقر المحكمة في الهاي اليوم الخميس دون الخوض في التفاصيل فيما أفدت وكالة اي ان بي الهولندية للأنباء بأن زيلنسكي وصل إلى مقر البرلمان الهولندي حول الساعة السابعة بتوقيت جرينيج للاجتماع مع النواب وكانت كييف أكدت سابقا أن زيلنسكي سيلتقي مسؤولية المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي قالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إنما أسمتها اليقظة العالية ضرورية في مواجهة توسع الناتو باتجاه الشرق بعد تقرير إعلامي أشر إلى أن الحلف يخطط لإنشاء مكتب في اليابان لتسهيل المشاورات مع الحلفاء في المنطقة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مونينغ خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين إن أسيا أرض واعدة للتعاون والتنمية ولا ينبغي أن تصبح ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية انتهى هذا الموجز شكرا لكم تبقى روابط الإلكترونيا للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة